ضجيج الحرب في شرق القارة الأوروبية لم يمنع من تقدم الدبلوماسية بملف آخر في غربها. ففي العاصمة النمساوية فيينا بدأت بوادر حل بشأن الاتفاق النووي الإيراني تلوح في الأفق. رئيسة الوفد البريطاني إلى مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي ستيفاني قاق أعلنت أن الوفود المشاركة في المباحثات باتت على وشك التوصل إلى الاتفاق. القاق أكدت في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر بأنهم باتوا قريبين من الاتفاق. مشيرة إلى أن ممثلي الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا سيغادرون فيينا لإطلاع حكومات بلدانهم على مسجدات الوضع. تصريحات المسؤولة بريطانية تلت إعلاناً إيرانيا من قبل الوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان أكد فيه على استعداد طهران لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد وفوري شريطة الامتثال الكامل للخطوط الحمراء التي رسمتها إيران لتسوية الاتفاق النووي. إعلان عبداللهيان جاء خلال اتصال أجراه مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بحثا خلال آخر نتائج مفاوضات فيينا بشأن إلغاء الحظر عن إيران وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية. الوزير الإيراني رحب بالتوصل إلى الاتفاق النهائي في أقرب وقت ممكن لكنه حذر أيضاً مما وصفه بتسرع الجانب الغربي واستعجاله إذ لا يمكن أن يمنع احترام خطوط تهران الحمراء من قبلهم بحسب تعبيره. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الخميس أنه من الممكن التوصل قريباً لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني بشرط أن تحل نقاط شائكة لا تزال عالقة محذرة من أن الوقت يشارف على النفاذ.